اشتركوا في القناة وتضمن لكل السوريين الدورا ليكونوا شركاء في مستقبل بلادهم وحضر الملك عبدالله من ان اي خيار عكس ذلك انما هو الدعوة للتشردم وتنافس متطرف على السلطة والاستئثار بها والمزيد من الصراع وعدم الاستقرار وسيكون له عواقب كارثية على المنطقة والعالم اضاف العاهل الاردني ان الرئيس السوري سيستمر في سلطة لمدة خمسة اشهر اخرى على الاقل مشيرا الى انما يقول ان النظام سيصمد لاسابيع فقط لا يعرف حقا الواقع على الارض كما حذر عدد من الخبراء والدبلوماسيين الاقليميين من ان النزاع في سوريا يمكن ويطول داعين المجتمع الدولي للمزيد من التحرك لوقف سفك الدماء وكان الامين العام للامم المتحدة بانكيمون دعا خلال مشاركته في دايفيز اعضاء مجلس الامن الدولي للتغلب على خلافاتهم لحل الازمة في سوريا وقال ان اخفاق المجلس في الاتحاد لمواجهة الازمة سيكون بمثابة تخل من العالم عن مسؤولياته اخفاق المجلس الامن الدولي للتغلب على خلال مشاركة